قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكين أبلغ نظرائه أن العالم يمر بلحظة حرجة في الشرق الأوسط ومن المهم خفض التصعيد وأضافت الخارجية الأمريكية أنها توصل العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة باعتباره خطوة حاسمة لتهديئة التوترات وأشر بيان الخارجية الأمريكية إلى إرسالها رسالة لإيران عبر حلفائها تؤكد فيها الدفاع عن إسرائيل وأن التصعيد لا يخدم مصلحتها